اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية فضلا عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصلت المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية في الدار كما اطلع السيد الرئيس على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية وجهود التنصيق الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية بها وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال مع الاهتمام بتفاصيل التنصيق الحضاري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة اشتركوا في القناة